اشتركوا في القناة 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 وانا هفضل احقن على طول لو استخدمت الانسلين فما مفعش افضل مكان معين افضل طول الوقت اعمل فيه طب هو الانسلين ده اللي بياخده برضو طول المدى يعني الحالة اللي اتحدد لها انها تاخد انسلين بتفضل برضو طول الوقت مع الانسلين ولا ممكن اتحقق من الانسلين على حسب نوع السكر يعني السكر ليه اربع انواع في مثلا يعني فينا ده طبعا ده شكل الموار المفروض يحقنه بزوية 90 درجة يمسك جزء الجلد كده عشان يضغ يتحكم هو صعب ولا سهل لشخص يديل نفسه لا سهل مش صعب يعني مش قطر ان حد يديل نفسه مش لازم ينزل لدكتور او صيبالي او كده هو بالتعود بيجيبها انا شايف ان الفلسورة هي مش وقفة يعني الالم مش واقف معوك شوية هي الفكرة ان هي دي هي وقفة يعني هي مسكة الجلد مش الفكرة ان احنا بنحط انسلين وخلاص لا او بنحط بنحقين حاجة وخلاص هي الفكرة ان انا يعني بمسكها بزاوية 90 درجة بقى مسكة الجلد بالايدي التانية دي صورة عشان ان افهم العيان ان هو مثلا معنى ان انا اغير مكان الحقن مش معنى ان انا بدل ما احقن في الفخد احقن في البطن لا اهو المفهود ان انا حتى لو في المكان الواحد بيبقى بيتغير المكان نفسه في نفس المكان وبيبقى العيان لازم يكون حافظ المكان اللي هو حقن في حقن في نورتينة يا دكتور رانا في مساء السعيدة بتبعيذينا تجلنا تاني بمعلومات جميلة وتفيد الناس اللي بتتفرج علينا اعزائي المشاهدين خلصنا بكده النهاردة حلقتنا كلها ويكأن سعيد على كل الناس اللي بتتفرج علينا استنونا الجمعة الجاية في نفس المعايد باي باي